الجزء بيبدأ مع تعاون فرق سونغ وفرق هاو علشان يكتشفوا من الخيان اللي في الشركة اصلا وبيخلوا مساعدونهم يتابعوا كاميرات المرهبة في المكان بالفعل واللي بيكون هاو مع سونغ وبتعرفوا باللي يعمله علشان لازم يعرف يمثل قدام اللي هيجي بس هاو بيستغرب وعلشان بيقرب منه وبيحاول يأثر عليها بتثبت مشيه وخصوصا لما اليانغ بتيجي وبيكون مش قدامه 14 ساعة بس عشان يخلصوا المهمة دي فان هاو بيتقابل مع البنت اللي بتكراش عليه واللي اسمها اليانغ وعايزا يبدأ عن سونغ وبتمثل انها مش بتحب وكل ده سونغ متبعاء وعايزا يرد عليها ويتصرف بس بيكون ساكت ولما بيجي يمشي بتحضنه ويبتكون مش عايزة تخلى عنه وبتحضنه ولما بيجي دور سونغ بيحضر الشانغ وبيروح يواجه في ان ازاي يكون على لقب الاتنين اللي بيحبوهم وانا عاوز يكون معا الكل وكانها يبوسها بس هاو بيجي يمشي بيوقفو ومن هنا بتدخل سونغ وبتمثل انها مسكتو بيخنع مع اليانغ وبتعرف تخرجو برر الحوار اساسا فهنا تشين بيعرف انه متابعتها وهو عمله وانها تكون في بلو دايما وبيحاول استفزها وعلشان كها بتمشي فهنا سونغ بتكون مفسطة بالله حصل وانها عارف تخلصه من اليانغ وبيتفع المشهد الجاي وبيمشي على طول والحال ان الفيديو خاص بالخناق بتاعهم بيكون كلهم موظفون الشركة متابعينه اصلا واصحابهم متابعين سونغ وهو بيتواصل معها وشايف ان الجوا برد عندها والحال انها بتكون وقفة مستنيها كانغ اللي بتيجي وتطمن عليها بالفعل وبالفعل بتاخدها عشان يشربوا سوا وسونغ بتمثل في انها متسبح حاليا وانها وخانها رغم انهم متجوزين وتفضل تلوم فيه علشان كانت مفكرة في انه مختلف عن بيها الرجالة وعلشان كده كانغي بتنصحها اتقرب منه وتخلف منه الطفل لشان تربطوا بيها ولما بتقولوا انه مش بيعرف هي من الحاجة بتحرقه قدام بقى اصحابهم اصلا وعلشان كده كانغي بتقترح عليها انها تثبت برنامج تعقب على فونه وبتستنتج انهم عاملوا كده مع فون المدير وبتفكر في فكرة دي فانها سونغي بتروح وهو بيجيلي على طول وبيواجه في انه مش بيناموا سوا ولما بيكوني عاوز يعمل ده بتقرر تقرب منه وبتحط قصر عليه وبتنجح انها تمشي من غير ما يديق اصلا فانها كانغي بيتقابل مع تشين عامه واللي بيكوني عاوز يثبت انه فاشل وطبعا متفق مع كانغ عشان يخلي سونغي تحت سيطرتهم فبيعدي اليوم عصولها وللشركة ولكل بيلاحظ انه مش لابس الخاتم وبيفكر في اللح حصل وانه اكيد ده هيؤدي للطلاق بس انا بيعدي الوقت وكانغي بتروح وبتحال تعرف انه لاكتهم مش كويسة اصلا في المقابل تشينغي بيكون بيستعد ان يعمل البحث بتاعه وبيحاول فوق نفسه الرغم انه بينام وفي الاخر البحث ده بيكون عن رواية اطفال اساسا فبنروح لها وهو مع صاحبه وبيتفع لمفرد يعمله بس انها تشينغي بروح لسونغ وبيردلها الوروب معه سوا بما انه بيحبها وبيفضل مصورة على ده ولما هو بيشوف ده بيضيق كتير انه في حد تاني هي بتشوفه فبيعدي الوقت وبتروح لهو الشركة وبتزع علشان تثبت انهم على اخلاف سوا وعلشان كاي بياخدها والكل بيسمع الخنان اللي بيحصل والتكسير وبيرتبكوا علشان يعرفوا ان في حاجة كبيرة حصلت بينهم وثونغي بتفضل تدمر في كل حاجة وهم متفقين طبعا على بيحصل ده بس انها بيكون اعاوز يعرف لتشينغي راحة البيت وبيبانفوا نغاران عليها وبتفرح وعلشان كاي بتحاول انها تصلحه اصلا وبتروس قدامه وبتخليه يتحك اصلا وبتكمل تكسيره وبتمشى على طول والكل بيستغرب منها فبتروح الحمام وكان هو قوتع من نفسها يخايف عليها وبتعرفها في انه كان بيسيبها وحيدة ومعتش متم خلاص وبتعرف في انها سمعتهم برح بيكلم بيدي تانية وسونغي بيبكي علشان تصعب عليها اكتر وبتطلب منها التابع علشانها فبتكون ثابتة التطبيق اللي بتجسسه من خلاله عليهم بس سجون بيقيل بداع عليهم وبيخليهم هم ليسمعوهم بس سجون بيخل كل امور متعلقة بها من فون هاو وبالفعل بتروحوا بتلاقي ان هاو مصورة وهي نايمة وفي صور مضحكة اساسا وبتنزله وبتخد فونه وبتلاقي الصور ده كلها وبيكون شايف انها صور جميلة بس بتكرار تمسحهم وبما انه اخذ صور وحشة فتعمل دمعة برضو فبنروح اتفاق كنغي مع جين عمو علشان ناوي يخسروا الصفقة اللي يعملها ويدمر الشركة بما ان هاو هو مدير التنفيذي وبالفعل كلهم بيستعدوا لده فبيجي له خبر مهم وبيتقابل مع جين اللي بيرفض عرضه والحال ان جين عمو بيكون هناك وانه هو خسر العرض وبكده وفشل في مميته ويسيب منصب ومدير التنفيذي وده اللي الاخبار بتقوله وبيكونوا مستغربين وعلشان كده بيروح لابو وعمو بتكلم علان اخسارة الصفقة دي مش كويسة وبيجيب لورقة التخلع عن المنصب واللي بيمضي بالفعل ومن الواضح انه يعرف خطة عمه فنروح لسونغ اللي بتكون بتتخيل انها تفوز بافضل ممثلة وزمايلها بيفرحوا بس ان الاخبار بتوصل انها ومبقاش مدير التنفيذي والاعلام بيلحقوه وعاوزان يعرفوا اللي حصل بس بيمشي على طول اول ما سونغ بتيجي وبيربطوا اللي حصل في جوازهم بداء وعلشان تني الكلام ده بتكرر تبوسوا قدامهم وبيستغربوا وبتاخدوا بتمشي على طول واتشين بيقول له احباط عشان وكان بيحبها طبعا فهنا بيهربوا وبتتأسف لها اللي بيحصل وبتحق تخرجوا بالرخصارته لمنصب وانها تعزموا وهيبقى معاها وده بيفرحوا وبشكروا على طول وبيعرفوا انه قرر يخسر روحنا عن قصد علشان ده يكون متعرض معاك وعاوز تشوف من اللي ضده ولما بتعرف بترتابك وتمشي على طول فبتروح بتعرف صاحبه انها واقعت في حبه بالفعل واشو بتعرفها في النوم وقعت في حبه بعض بس سونغي بتكرر انها تطنش ده علشان نصبها تتمي بها في المشفى وكمان اول ما تخلص مومته وما تسيبه على طول فانها وبيعرف صاحبه فانه وقع في حب سونغي فعلا وعاوز يعترف ليها وعلشان كه بيقومش روح لي على يعمله وبيعمل اسالب كتيرة سواء قديمة او جديدة وما فيش حاجة بتعجبهاو فبيعاد الوقت وبيتبع الاخبار عن بسته ليه وبيفكر يا بتحب قشان يقدموا ليها وبيفكر وبيبعت ليها واللي بتكرر انها تروح معها طالما ولا يدفع وبيكون لابس خاتم جاوزهم لسه فانا تشنغي بيكون لسه متدايق علشان سونغي بس تهوي بتحبه بس اخو بيكو بيكون عاوز يفوق واول ما بيشوف حبايا بيقل على نفسه شكله قوي فبيعاد لهم عتحضر هوي سونغي لنفسهم علشان يتقابلوا وبيروح يفتروا سواء وبيتفع معانهم يتقابلوا بالليل فانا بيوصل الشركة وابو بيحييه علشان تخلقنا الصفقة قنصح وقرر يرجعه تاني كمدير التنفيذي وعايزين يلاقي الشخص اللي صار بالمعلومات واللي بيقول انها كانغ وعم وجام بيعمل نفسه ما يعرفش وبيقرر يمسكها وبالفعل بيروح وقول ما بتيجي وبتسمع لتخلى عنا بتهرب على طول فبيعاد لوقت مع تهجزها ولمدية الملاهي اللي يخرج فاهم عسونغ وبيتطمن في ان يقول حاجة كويسة في حين انها بتروح وبتابع الالعاب دي بما انها ما عاشتش سنها اصلا وبتكون هشتري لها وبيكونوا بيفكروا بعض امه الاثنين وهو ده الحب فعلا وبالفعل بتكون رايحها بس بيكون في حد متباحها وبيصعقها وبيهم عليها وحد تردية بتتكسر وهو بيسمع الصوت وبيشوف ده وبيجي رسالة بيختطفها والملاهي واعترفه بيشتغل ومهنها بيبعث رسالة كل مساعدينه وبيفضل يجري عليها وبيصعق وبتكون كان غير العمل الكل ده وخطفتهم امه الاثنين وزميلهم مش بيلقوهم وده اللي ابو بيعرف وكان غير تكون عايزة تغرب وتعرفوا مكانهم اللي اما تقتلهم وبيكونوا في مكان الشخص ده اصلا فاناسون غوابي فوقهم في المكان ده وبيستغربوا من بعض بما انهم مربوطين ومحبوسين وبيفكوا كيدوا بالفعل وبيحاولوا يخبطوا ويعمل اي صوت وبيخبط في الباب بس اللي ابو بيمضي على عدم التعرض لها وبيكون بخططة انهم يمسكوها ويبلغوا الشرطة في حين انهم طالما في الحويات فيستانوا للصوب حشان حد يسمحهم فانا بيجتمعوا وبيحاولوا تتبعوا العربية لاتخطفوا فيها في حين انتشان بييجي بيواجه ابنه في انه ازاي بيشرب في وقت زي ده خصوصا انه عاوزوا يساعدوا في العصور على هاو بس من جواه يبعدهم عن مكانه علشان لو هاو مات هيبقى هو الوريس فبنروح لهو اللي بيطمن صنغ انهم يكونوا كويسين ومش هيموتوا ويفكروا انهم يدور عليهم حاليا وعايزة تصق فيهم انهم هيلقوهم وبالفعل كل واحد يكون يدور في كاميرات المرأبة الموجودة في المكان ويفضلوا يعملوا ده طول الليل لغاية ما الصبح بيجي وهو سنغ يطلبوا المساعدة بس مش بيكون اي حد موجود ويتعبوا جدا وسنغ تفقد الامل انهم ما يعيشوا اصلا فبنروح للشخص المتحلف مع كانغ واللي خطفهم ويكون المكان اللي الشراء مخالف فبنجل الليل مع هاو اللي بردان بشكل كبير وتعبلين جدا وبيحاول فوقها وبيتكلموا عن أوقاتهم الحزينة وبتعرفوا انها منادمتش على مقابلته وبيدفوا بعضهم الاثنين وبيتعبوا اكتر وبيكونوا يفقودوا الوعي وبتتخيل انهم خارجين وهو بيفضل يغبط وبيقولها انه كان يعترب بحبه لاف الملاهي فبيعد خمسين ساعة ولسه مش قادرين يوصلوا بس الشهو بتعرف تلاقي العربية وشان بيقر يتعقبها وبالفعل بيوصول المكان وبيلاق حوياك كثيرة والشورطة بتوصل وكامل تشينغهم بساعدينه علشان يلاقوهم وبالفعل بيعملوا ده وبيدور عليهم بس انه هو بيفوق بيلاقي ان سنغ مغمى عليها وبيقوم يخبط واستباح صاحبه معانهم في كل مكان وبيكون تعبان جدا لغاية ما بيكرر يعمل حرارة في هدومه عن طريق ساعته علشان يولحها بس بيجلوا ازمة من النار كالعادة والدخم بيملي المكان وبيروح يغم عليها عند سنغ اللي بتشوف النار وبتحط تطمنه بس ده كله علشان يشوف الدخم الحاوية وصاحب الحاوية بيكون رايح وبتخفى لما بيلاقي أصحابه واتشنغ يعرف ان في دخم في المنطقة ده وبالفعل بيكون الدخم بيخليهم يغموا عليهم خلاص والشخص ده بيوصل وانه يخلص عليهم أصلا بس تشنغ بيكون راح جريل هناك وفيه شخص بيفتح لهم الحاوية وبيلاقهم بالفعل بيمكزوهم وده وسط متابعة مزعج كانغل ده فبيعد الوقت وسنغي بتفوية بتحلم بهاو وبتقوم تطمن عليه وبتلاقيه كويس وبتطمن على بعض فعلا وبيبسط انهم لسه أحياء وتشنغي بيقوا بيعرفهم ان هو الأنقذ حياتهم ولما بيقوا بيمشوا وبيفرح انه لسه عاشوا كويس فسنغي بتروح مع تشنغي وبتلبس النضارة وبيتصدم انها معدتش بتعجبه أصلا في حيان ان يلنغي بتروح لهاو وبتحط تقرب منه بس هو يتنشع على آخر وبيمشي وبيروح يشكر تشنغي على انه أنقذه وبيقرر يبقوا صحاب وبيعمل نفسه تعبان عشان سنغي تاخده بتمشي على طول فبيعد الوقت بيروحوا البيت وعايزة يرتاح وعلشان كاي بيستغل الموقف وعاوزها تكون جنبه فبنروح لعم جن اللي بيعرف انه هو عند فوبيا من النار وبيكون عاوز يضمره برضو في حين انه هو بيعرف ان كانغي مرتبطة بالله حصل قبل 15 سنة وبيكوني انضم ليهم عشان يعرف الحقيقة فانا بيوصل هو او سنغ وبيرحب بعمه واللي بتقديم بيتم وبيكون جن عاوز يعرض هول النار وبيفهم ده هو او سنغ بس بيطلع واقل ما بيشوفوا النار بيتراب وبيحاول تجاهل بس بيمسكها وبيفتكر اللي فات منه هو صغير وبيتعب جدا والكل بيستغرب بس سنغي بتيجو بتطمنه انها معاه واستصدمت الكل وبيفتتح الحفل والكل بيفرح مع دعمه خابس جن وبيكر ينتقم منه وبالفعل بيروح يقابله وبيحاول يوري النار وانه يتم بيه بس سيبتكر تاخده الباب بسرعة واتجاهز الاجخاص به وبيبدأ لهم نفسه في النزة ضعيف وبيخاف من النار بس سيبتطمنه على طول فبيعد اليوم وبيرشح هاو للانضمام لمجلس الادارة علشان حقه نجحات كبيرة فبيخلص وبروح لجيان غوشين وبيخططه اللي جاي وصلاحيات وصوله لمعلومات واللي بالفعل بيروح للمكتب الارشيف وبيفتشوهم علشان ما فيه الحاجات تتصرب وبيكون بيدور على تطور الشركة وبيشوف نفسه رسمة جاي والخاتم وبيشك ان عمه هو اللي ورا كل حاجة فبيمشي وصنغي بتجيله وبيعزره سوا وفجأة بتمشي بعيد وبتوريله الالعاب النارية وده اللي بتفكره بزمان بس ده بيخليه ركز عليها ويتغلب على خوفه شوية وبيفتكر وقفها جنبه في كل حاجة وبيكون بقى بيشوف عادي وبتروح تعرفه وفي انها تكون معا في كل مخاوفه وبيفرحه كتير فبيعدي اليوم مع سنغ اللي بتروح تتم بمها وبيتلاقي انها بدأت تفوق وبتفرح ومن هنا كل زمانها بيوصله وبيتعرفه مال مستغرب بها واللي بيعرفه انه جوزها وما تفكرش في حاجة شان ترتاح وفرحانين ببعض بما انها فائت من غيبوبة فبتكار تمشي معها واللي بتعرفه عن معاناة سنغ بسببها وانها طيبة وبيتأثر فيه فبيعرف انه يكون مع سنغ دايما وبيطمنه بعض فبيعدل وقت ما الاحتفال بكريسماس وتجمعه الكل وتوزيع الشنغ الألعابها لأطفال وبينضموا له مع الطعام وبيدهم هدايا كمان وبيعرفهم في ان ترقف عمله كمان وبيفضل يفروح سواهما كلهم وعايزين انه ينضموا لهم كمان فانجون بروح لجيانغ وبيقرر يخرج معها ومن الواضح انهم ارتبطوا اصلا فبنرجع ليهم هما بيغنوا احتفالا بكريسماس وبيشربوا للدرجة اللي سنغ تذكر وهو بيقرر ان يتم بيها وبيشيلها وبيمش كمان بل بياخده عشان ما حضر لهم فجأة واللي بتكون هدايا كالجابهالو واللي بتكون الكرة البلورية وبتفرح جدا علشان هما بيدخلوا فيها وبتأمل فيها علشان اوليها نص ثاني خلاص وبيعترب بحب لي وبيفتكر كل اللي حصل بينهم من مواقف كل سكران اصلا بيعد اليوم بيفوق بيركز فيها كتير وبيبوسها وبيفوقها وبيروح يفتروا سواء وبيفضل مركز فيها طبعا خصوصا واقع في حبها وبيخلصوا بتفرجوا على دراما وبيحاول يقربها ليه وبيستغل المواقف لغاتنا بتمشي وبتروح مش بتلاقي سريرها علشان هوا شالوا بما انهما يناموا مع بعض من دلوقتي وبتتجدل معه فده فبتروح تودعه لما بيكون رايح العمل وبتكرت تروح لأمها المشفى ويتمشيها شوية وبتتكلم معها لحدث العربية وانها كانت خادمة ومشت وخصوصا لما جزء وصل وتخنق وبتورها الشخص اللي راح لبيتها واللي بيكونها وجن وبالفعل بتتصل بها وبيعرف كل حاجة وبيكرر يروح لأبوه واللي بيكون فرحان بانه تجمع في ليلة رأس السنة وعاوز وينسا اللي فات بس بيرفض وشايف انه لسا بيكراه شان اللي حصل بينه وبنمه وبيكرر ياخده معاه وبيورره في كامل سنية يرجع واحتفظ بكل حاجة قبل ما امه تاخده منه وده بيحنن قلب هاو شوية فانا سونغي بتكون معلينغ وبتحطه أحفجين أصلا انه بتمشي تروح لهاو اللي بيكرر يدوره في المكان على أي ملفات أو أي حاجة مهمة لغاية ما بيضع الخاتم اللي ممكن يكون وقع من جي وقت زيارته لأمه وبرتبكه فبتروحه بتهون عليه بما ان الماضي كان صعب وبيهنوا بعض ببداية السنة فبنروح لجي أبو هاو اللي عاوز يقابل أمه صنغ فانا سونغي بتروح لهاو وعايزة يرتاح شوية وبتاخده بيروح السينما بس ان شو بيكون معلينغ وبيفضل مش عاوز حد يعرف بعلاقتهم ولما بتقرب علامه يبوص على سريع وبيكمله في داء وفي وسط الفيلم هو بينام أصلا فانا جي أبو هاو بيروح لأمه صنغي وبيكون من يعرفش انها الخادمة اللي كانت معهم زمان بس بيقول له فونو بيمشي فانا هاو بيتابع الكاميرات المرابة للشخص اللي خطفهم وان ده كان موجود في الحادث قبل 15 سنة وبيعرف ان انتبع صنغي على العطول وبالفعل بيكون معها وهاو بيحاول يوصلها وخصوصا انها بتكون عندهمها وبيروح يخضرها يومها وعاوز يحرق المكان وبالفعل بيعمل ده وبيمشي وده على وصول هاو اللي بيلاقي حريقه بيطلع جاري بس نسونغي بتفوية تعبانة وهو بيوصل في النار وبيتأثر كتير بسيب الفوبيا اللي عنده بس لما بتتصاب بيقرر يدخل وياخد السر بر الحريق ولما المكان بينفجر بيغم على عدة طول وبيفتكر نفسه زمانه وطفل في الحريق برضه وبيكون شاف انه كل مات معاده هو وبنرجع قبل 15 سنة وقت مكان بيلعب مع زميله بس جيبي ييجي وبتخاني مع عمه علشان ايه وغداه هتبعد وبتمشي رغم انه محتاجه وبيكون اخر منه ختم اصلا وبيتفق مع صاحبه على الفرح وبلعبه غميضة وبيستخبه بس فجأة في شخص بيضربه وبيقتله هو وصاحبه وبيولع في المكان وبيكون على ايده واشم ومش بيقدر يتكلم وبيفضل يبكي وبيقوله فوبيا من الموقف ده وقرفه ان يتعرض للتبني ويسافر برق بس بيفوق هنا بيتطمن على سونغ اللي بتكون عمل الجراحة في عينها وبيطمنه في انها تبقى كويسة وحزانة تتصف في عيونها اللي بتكون عندها قوة خارقة فيها اصلا وبيتأسف لي على انه تسبب في كل اللي بيحصل ده وبيطمن على بعضهم الاثنين وبيفتكرها وقت ما كانت تغيرها وبيروح يعرف زميله انه هو الحقيقي وتعرض لكل ده وان الشخص المسؤول عن الحادث قبل 15 سنة ودلوقتي هو ابو البولج الحقيقي بما انه ظهر وقتها وبيكون مش نوع يعرف سونغ علشان هي او معكن وضحايا اللي حصل وبيفتكر وقت ما زر المقابر وصغير وبيفتكر كل ده وبيروح يزوره امتاني في المطر وبيقول لتشان ان معادش بيخاف من النار بعد ان ما افتكر كل حاجة وفجأة ابو الحقيقي بييجي وبيعرف امه فن كبر وبينكر علاقته بالحادث بس او بيصدمه انه شاف كل حاجة وبيمشي ومداء جدا فبيفحصه سونغ وبتكون بقت كويسة وبيروح لها تشانغ وبتستغرب ان معادش بيشوفها جميلة وبتفكر في ان قدرتها راحت وبتصدم فبتروح وبتفضل تركز في نفسها وبتكون حزنة وبتنام بس بتتكلم معاه وبتقول ان عينها بقى كويسة وبرغم كده بيعترب بحبه ليها وبيطمنها فبيعدي اليوم مع جي اللي بيكون ماشي بس الشخص ده بيغبط فيه ومن الواضح ان ده يكون السبب ورا كل حاجة اصلا فبنروح للحادث اللي حصل لجي ولدهاو والصاق بيكون مات ولا دخل فيه ويرب طبعا وبيكون في المشفى وهو بيفضل يفتكر كل الاحداث اللي كانت بتحصل بينهم بس انتشين بيجوا بيلوموا علشان من وقت ما راجع من بره وكل الحوادث بتحصل لعالتهم خصوصا ان اخوه كبير والدكتور بيعرفهم في النبوه تعرض لحادث كبير وسواء هيعاش او لا ده معتمد على 48 ساعة جايين وبتأسره جدا وهو بيخل مساعده تابعا للي حصل وبيجي له رسالة في ان كان في حشرة في العربية وبيستغرب علشان وبعت الرسالة وان اكيد مش هو السبب في كل اللي بيحصل وبيشك في شخص تاني فبنروح للشخص ده مساعد جين واللي بيعالج جروح بعد ما كان السبب في حد جاي والمفاجأة في ان جين عمها وهو اللي بيكون ورا كل ده ومتابعه وبيروح يتم بيه ومن الواضح ان المهم عنده جدا واللي بيكون هو الانقص حياته من 15 سنة وبيشجع العمله ومش عايز حد يكتشف ان هو الوارا كل ده وبيكرر الجين انه مساعد يرتاح وهو اللي يعمل كل حاجة وبيتطمن عليه ويمشي فبنروح الهواء في المشفى وبيشوف صور البيت زمان وقت مكان محروو ومش بيعرف له اي حاجة بس يصنغي بتيجي تطمن عليه وعايزي يأكل بما انه مكلش من زمان وبيريح حالكة فهو بتعرفه في انها تروح للبيت القديم وتسأل عن تفاصيل حادث جايز ده يفيد بأي حاجة اصلا وبالفعل بتروحه بتسأل الظبط اللي بيعرفها في انه كان تصاره بالغاز والمسؤول عن كل ده وانه ده كان بسبب ولاع لقوها وانه الحدث ده حصل من زمان ومش متأكدين من حاجة فبنروح لجين اللي هو بيروح له وعاوز يعرف انه محتاجه وعلشان كده بيبدأ يفتح الولاعة وبيفكره بزمان وبيصدمه بس انه بيهدأ وهو بيوجف ان كل الحدث اللي حصل كان بسببه هو وده علشان يستغلع الشركة وبيعرفه انه يبطل او تخلى عن كل حاجة وبيحضره تذكرة الطيران كمان ياخده بعد ما يمشي وبيهدده بالنهي از اي حد جنبه وعاوز يفكر بدا فانه سونغي بتدخل البيت المحروق من 15 سنة وبتركز في اللي حصل وبتتخيل وجود الاطفال ساعاته هناك وبتفتكر كلامه ان البيت ولعه وقتما كان بيلعبه الغميضة وفجأة بتشوف ساعة واللي بتكون خاصة بهاو وبتفتكر وقتما كانت صغيرة وكانت بتدفع عنه من الاطفال وعايزين انهم يكونوا صحاب وبتعرف وقتها ان هاو هو الزين اللي كان اي لها انه مش هو وبتكون عرفت حياته وبترفض الناترين على اساسا فبتنشوها معها الساعة وبتلاقي ان العمال بيفكوا الملاهي دي وبتتخيل نفسها معهاو وبتروح تفتكر كل حاجة كانت بتحصل بينهم وموما صغيرين والرسومات وكما انه وقتما يزفت على بينه الفراحهم وخوفوا عليها في كل مواقف وقت محب فيها واعترف بحبه لها وقضوا اليوم مع بعض وانه جي لها بالصدفة اصلا وفجأة شو بترين عليها وعايزها تشوف الاخبار وهو ان هاو يتخلى عن الشركة والمراس وتكشف تهويته بس هي بتأكد لها انه هو هاو وهو الحقيقي اصلا واللي بترين عليها مش بيرد وفجأة بتكون العربية من غير فرامل ودخطر عشان يموت وبيعمل حدث بالفعل فهنا سونغي بيجدها الاخبار عن اللي حصل وانه توفق واللي عمل كده تمسك فبيعاد دلوقات وكلهم بيتجمعوا ملابسين مسود وبيتكون حزينة بشكل كبير على فراؤه وبيروحوا الابر بتاع بيودعوه وبيكونهم مش عارفين يعملوا اوه اصلا وكل واحد فهم بيودعوه وبيكون صعبان عليك كتير وبيبكو وخصوصا سونغي اللي بيمشوا وبيصبوه عند قبره وهي حزينة جدا وبتعرفوه فانها حاولت تساعده ولسه لم يلقيتش حاجه وعارفت انها وجدتشين الحقيقي وكان بيخب بداع الكل وبتوضعه على طول وبيبكو بشكل كبير فنروح للشركة مع جين اللي بيجريتشين اخوهاو وبيسمع ان جين بتكلم على انه تعامل مع حدث العربية بشكل كويس وبيعرف ان عمو الورا كل ده اصلا فنروح لسونغ وهي بتتم بالنباتات دي بس انها بيجي لها فنو وبيكون هاو كان طالب حاجه وبيتقرر انها تروح وتقودها بداله وبالفعل وبتتخير كانت بتحصل بينهم وبتروح تاخد الهدية دي واللي بتلاقي انها البالورة اللي فيها جزء منك مبعد كتير عن الارض وده بيخليها تفتكر زمان وقت ما كانوا صغيرين وعاوزة توصل للنجوم او تخذ جزء منها حتى وبتستغرى بدون لسه فكر امنية دي اساسا وبتشوفها تبكي جدا علشان هي كانت بتحبه من زمان وبتفتكر كل اللحظات السعيدة والدفع عنها وباسوا فيها بعض اللي زي تحبوه ماكتر واكتر مع مرور الوقت وانهم كانوا متكيفين مع بعض كتير خصوصا انه كان جزء في البداية بس احبوا بعض في الآخر وبتفضل متمسكة بالبرورة وبتبكي كتير على فراءه وموته فبنروح مع وصول صنغل زميلهم اللي مستنيينها وبتطمون عليهم وبتكون عايزة تعرف من سبب وفاته خصوصا انه متضبر وبتبدأ تقول كل حاجة وان الجين هو المسؤول عن ده بس لازم يجمع قدل الأول علشان يوقعوه ولازم يتعاون مع تشين أخاهه الأول فبنروح لتشين اللي بيروح يتطمن علي بوف المشفى بس هنا سنوه هو المجموع بيوصله علشان ينفز خطتهم وصنغل تدخل لشين علشان هو اكيد شايف في حد ساوه متضبر ويتورر كل حاجة مرتبطة بين الحوادث اللي حصلت بس هنا جين بيكون هيوصل وعايزة ساعدهم يشوف انه هو الورا كل ده وتشين بيفضل مش مصدق وعاوز يتأكد بنفسه ولما جين بيكون يدخل لأنه يتحاط تعطله وبتضربه عشان وقاتل هاو ويخلص ويدخل بالفعل ومش بيلاقي سنغ هناك وتشين بيتفاجئ منه جدا بس بيعرفه انه بقى معه الشركة وعايز يسمع كلامه حاليا وبيستورف انه بيزور ابو كثير الأيام ده وبيروح يتأكد في انه ليس حد متخفي والحال انه سنغي تكمشت اصلا فشين بيكون اخذ الساعة اللي كانت معها وبيفتكر وقت ما كان صغير واما صغيرين وشافوا حزينة شين ابو كان يتجاوز امه وكان رافض ده وكسر الساعة بتاعته وبرغم كده وكان لسه محتفظ بها من اخوه الصغير وبيفتكر كلام عمه جين وبيبدأ شك فيه بالفعل فبيتصل على سونغ وبيقرر يتعاون معاهم عشان نفوز خطتهم وبيفكروا يعملوا ايه فبنروح لجين اللي بيمضع الاقتراح على طول وجين عاوزوا يبص فيه ويكون لرأيه وبرغم انه بيعرفوا انه باثك فيه ومش عايز يوصك في حد بس يكرر ان ياخد قلمه وبيبقى انه تتبعه اصلا وبيكون بيعمل ده بالفعل فانا سونغي بتكون مع جين ومستنين تحرك جين علشان مش بيروح في اي مكان وبيفضلهم تبعينه علشان بيروح من البيت للعمل ومن العمل للبيت بس فيهم قرر الروح العربية دي اللي كان مخبيها وبيعمل نامش بتاعته ويركبها ويمشي وبيلاقي ان جين خرج برا المكتب وانا دي الوقت اللي يروح في خطته وبيقرر يتبعه وبالفعل بيروح عندهم ساعده وبيخطط لحاجة جديدة واسطة ما بيكون رايحين جين بيديله حاجات عشان هو اساعده كتير ولازم يتم بحياته خاصة وبيكون عاوز يمضع الورق ده فانا بيروح يدوره في المبنى ده فكل مكان بس لو بيفضل متردد يمضي وفي الاخر بيعمل ده والحال انه بيكون متابع اللي بيحصل وشافهم وما بيدور عليه وبيكون بيدمر مكان بس جين وقت عارف تتبع اللي حصل وعاوزهم يتخلصوا من كل اللي حصل وانه بعد تتبع المكانتين خالص في قنبل هناك وفصة ما سونغي بتكون تركف الأسانسير تشنغي بييجو بيلحقها وبيكون عارف ان مش موجود هنا وبتفضل تحقق معافه ان زي عارف مكانها وبتعرف انهم متكشفوا وبيتروح ترين على تشن وبيكون له معاو متابعه وبيكون هيقتله بس بدفدها بسبب هذا الشخص اللي سونغي بتشوفه وبتروح تتبعه على طول وبتحس ان هذا الشخص هو هاو وبالفعل بيكون هو وبيكون ما متش وبتعرف انه عارف انه بيحاول يحميها بس خبر عدم موته ويخلاس عيده اكتر وبيتأسره امه الاثنين وعلشان كان يفتح الباب بس مش بتلاقي اي حد وبتبكي اكتر في انه مشي فبيعاد الوقت بيكون اخده تشنغي عشان يحققه معاه وعايز اتعرف في انها واللي بيبدأ يقول حاجة غريبة وبيبدأ يقول لكل واحد فيه ما شان ما حدش يتكلم معاه وبيقرر انه ما يقولش اي حاجة وعلشان كان بتقرر تفكه وانها تكمل محاربة جن وعلشان كان بيقرر يعترف له عن مكانه واللي بتروح له وبتفكه من بعض وبتجره وبتروح تضربه على طول وبتبكي وبتحضنه على طول علشان ما كانش المفروض يسيبها فبيتروح وعايز اتعرف وليعمل كده فبيعرفه ان الجن عرضه لبتزايز عن طريقها وعلشان كده قرر تصل بتشانغ وبيكون ساعده ومثل في النعيم الحادث والحال فانه بيكون خليه يعمل حادث بدون كاميرات مرائبة واخده عشان يزايف موته كانت تتعرض للعاجات مش كويسة وبتأسف بس يبتتعصب علشان ما ما يعرفش كانت قدقه بتعاني وبيعرف انه مش عايز تتأذى وانه نحس عشان كل حاجة بيحبها كان بيحصل لها اي حاجة وحشة ولو هي حصل لها حاجة بسببه فمشي يستحمل ده وعلشان كانت تحضنه وبتعرفوا انه ما يكونوا ساوى ويكتشفوا الحقيقة وبيبسطوا جدا فبنروح لتشين اللي بيكون في المشفى وجين بيجوا وبتطمن عليه وبيعمل نفسه ما يعرفش بس بيقرر يتكلم معاه وبيدلوا الألم عشان لازم يتوقف على اللي بيعمله ده وانه شرطة بتدور عليه وبرغم كده هوا بيمشي فبيروح يتقبل معهم ساعة دلو وهو معها حاجة بيلومه عشان كان يقتل ابن أخوه وهو مش عايز ده وبرغم كده عاوز يهرب من الشرطة وبيدلوا ما لو بيمشي وبالفعل وبالفعل لو بيكونها يا رب واستمتبع جين لي فبنروح لحافلة دي اللي بيكون فيها ومع تشانغ واللي بيكون دع شخص لها عشان يتكلم معاه ولمعه بيشوف تشانغ بيروح يقودها وبيلوم عنها جات لها بما ان المكان ده خطير وعلشان كان يتفكروا بان المكان ده او ان ما كانت قابلوا فيه وبيفرحوا ويروحوا بيلاقي ان كل زمالهم والفريق موجود وبيتلمح حوالان هاو وعاوزون يتعاونوا معهم وبيعرفهم وان فيه شخص عارف الحقيقة ويتقابل معه النهاردة وبالفعل بيبدأ يسعد دلداء والشخص ده بيوصل وبيعرفهم في الرقم تاتا اللي بعت ابو لي ما كانش مجارد رسالة عادية وسونغي بتتخفى من اللي تشين اصلا فانا الشخص ده بيجي والاسمه وان وفي وسط ما بيكون رايح الاتفال بيتم ولو بيجو بيهدده وبياخده معاه وسونغي بيروح جاري عشان يلحقه وبيجره وراء بعض بالعربيات ومنها الشخص ده بيفتكر وقت ما كان راح لبيت اساسا عشان يصلح البتو جاز وفي وسط ما بيكون بيعمل ده بلانه متعرضوا للضرب وبيصورهم وبيكون دبر الحادث ولحن بيكون جينة والخطط ده اساسا واللي بيفضل يجره من هاو واللي بيعدي بالعربيات الكثيرة بس بيفضل ملحقه لغاية ما بيوصل لنهاية الطريق وبيروح يعددهم بوان وانه في النهاية يموت وبيكون عاوز يكلمه بس بيكون مش طيقه اساسا وبيعرفوا انه اللي كان وراء كل ده وانه وفاد كل الاشخاص سوى كانت سبب فيها وبيرفض يسيبه وبيضحك وبيكون مجنون فعلا وبيكرر في ان يخذ الراجل ويحدف نفسه وبيعمل ده بالفعل وبيموت هما الاثنين وسونغي بتكرر في ان يمشي قبل محد يشوفه فبنروح للاخبار ان جينة يكون هو الرئيس واللي هاو بيشوفه وجين بيكرر ان يكون لحاجة بالفعل فتشينغي بيروح يجيب الكاميرات من المقه واللي بيكون حاجة بجيب الشخص ده واللي بيكون سونغي تعرفه واللي بتكلمه بالفعل وبيستغرب انها عرفاء وبيكرر يقابلها وما تكلمش الشرطة وبيكون نوي يأذيها فبنروح لهاو اللي بيعرف سونغي ان يروح لحافلة تنصيب جين علشان ده اخر حالي ليهم وبيتأثروا وبيكون مش مركز لشان يحطط له مخدر علشان ما يروح ولازم دلوقتي ايه لتحميه فبيعد اليوم وسونغي بتكرر تيمشي وتروح الشركة هيا وتشينغ واللي تشين وجين بيكرروا متأثروش بيهم فبيكون كل متجمع والكل امرأي بسونغ بس ان اللي بييجي وفرق سونغي هو اللي بيكون متابعه وبيرسل سونغي اللي بيكون في شخص متبحه ويراح الحمام ولما حد بيخرج الحارس بيروح وراء واللي مش بتكون سونغي اصلا وعلشان كالسونغي بتروح له وعايز تعرف شروطه فهو بيفوم المخدر وبيشوفوا الاتفاق ده اللي بينه وبين سونغي وبيجر على طول بس ان جين بيطلع بلا ان سونغي مش لقينها وبيقرر اتلهم في حين ان اللي تشين بيرفض يدها اي حاجة حتى لو تدلوا المال ورجالته بيدوروا عليه واللي بيلاقوها بيتابعوا كل رجالتهم اصلا وما فيش اي حل قدامهم بس ان هاو بييجي وبيروح لجين قدام الكل وبيخنوه وبيهدده بالموت وبيغدو وبالفعل بيغدو على سطح المبنى ونوي يقتله وبيقول في انه مش خاف منه وانه هو مش بيسك فيه وبيسك في سونغي ولما هو يقتله سونغي تأخذ الادلة من اللي تشين ويجين بيأكد لي في انها مش هتقدر تعمل ده وبيهددو بل ان شورتة بتيجي ورجالته لسونغ بيكون بيحطه تحت ضغط وبيتراجع عن قتله بس الشورتة بترح تمسك جين وستصغرب من هاو سونغي اللي بتحضر وتفرح جدا وبتحضن وتفتكر وقت مواجهته في انها لدماء الناس ساعدته ان يزور بنته وبيعرفوا ان كل حاجة خلاصت هنا وبرغم ان يتحاسبوا الشورتة على عمله بس بيفرحوا كلهم سوا في ان كل حاجة رجاءة طبيعية وبجد بيكون فرق كويس جدا والكل بيكون تجمع وبقي كويسين مع بعض فبيعاد الوقت بعد 15 يوم من احتجازها وعلى عمله وبيكونوا كل بيحضروا الطعام وبيتجادلوا الطعام اللي هيتعمل بس سونغوها وبيجيبوا لهم كل طعام اللي بيحبوه وبيعاد الوقت وبيأكلوا وبيحتفلوا بلاد خاص بهم ده وبيشوفوا الاحتفلات دي كلها قدامانهم وبيفرحوا فبيعاد الوقت وبيروح الشركة سوا والكل بيحيش وبعد ما بقى رئيس الشركة خلاص وبيكون على اكتباخه بقت كويسة وبيدعو الناس على المطعم بتاعهم ده كمان فانا شو بتروح لشين وبيقرر ياخدها وبيعترب بحبه ليها وبيتفرح جدا علشان كانت بتحبه وتكراش علىه أصلا وعاوز يخلها مبسوطة دايما وبتفرح وبتحضنه وبيبوصوا بعض كمان في المقابل ينغي بتكون مع جون اللي بيكون مرتبك منها بس بيعرضى لها الزواج وبتحجج بحاجات غريبة وبتكسفوا من بعض فانا هو بياخد صنغي المكان الفلك والنجوم دي زي ما هي كانت عايزة وعاوزهم بيكونوا مع بعض على طوله ببوصوا فانا شنغي بيكون قاعد وبيشوفوا التعليقات وبيساعد الاشخاص بس كل اتنان بيكونوا مع بعض وبيتجمعوا بما انهم بقى قابلز وبيبدأ ينفذوا خطوطهم كالمعتاد فانا صنغي بتكتب رسالة وبتبدأ المستنى الوقت كبير وفجأة بيجالها فهم الرئيسة اللي عاوز يقابلها بما انها بتكتب روايات وبالفعل بتورروا رواية خام من من انا وبتلاقي تعليقات كتير عليها واللي بتكون محبطة وبيعرف انها بتحلم تكون كاتبة بس ده يحتاج عمل كتير منها وده اللي بتأكده وبيهون عليها وبيورغة تعليقات كويسة كتيرة ودفها من الناس وبيصدمها وبيكرر ان الشركة تنشر القصة بتاعتها وبيمضل عقد معها كمان وعازها تطور اكتر ويساعدها في كتاب اكتر من الاول وبتشكره في ان ساعدها في حياتها وفي عملها وفجأة وبيجي لها واللي هو بيكون المسؤول عنها وعن اخراجها وبتفرح جدا وقصتنا بتخلص علينا مع قصة حبها والسونغ ولو حبت قصتنا تابعونا واشتركوا في القناة واشن تشوفكوا ساستاني اكتير سلا